السلام عليكم متابعي دراما سبورت أعلن اتحاد كرة القدم عن القائمة الرسمية لمباراة منتخبنا الودية مع منتخب إيران ومنتخب أوزباكستان مباراة منتخبنا مع منتخب إيران راح تكون بتاريخ 6-6 ومع منتخب أوزباكستان بتاريخ 10-6 قائمة منتخبنا الرسمية بتضم تمن لعبين من الدور السوري أحمد مدنية، أحمد الأشقر، محمد الواكد، إبراهيم عالمة، شعيب العلي، خالد مبيض، مازن العيس ومحمد مرمور وكمان هالقائمة بتضم 16 لاعب محترف الحارس خالد الحاج عثمان بالدفاع أحمد الصالح، عمر ميداني، أحمد ديب، مؤيد العجان، علاء الشبلي، حسين جويت بالوسط أحمد الأحمد، حميد ميدو، زاهر ميداني، محمد عثمان، محمود المواس، فهد اليوسف وبالهجوم عمر خريبين، عمر السومة، وفراس الخطيب القائمة شهدت غياب عدة لاعبين، تامر الحاج محمد، نديم صبغ، عبد الملك عنيزان، أياز عثمان هاي القائمة الرسمية رح تتجمع يوم 25.05 بالشام طبعا القائمة هاي استعدادا لمباراة منتخب إيران ومنتخب أوزباكستان الودية مباراة مرة تانية مع إيران يوم 6.06 ومع أوزباكستان يوم 10.06 أكيد رح نناقش بالأيام الجاية الأسماء الموجودة بهاي القائمة والأسماء الغايبة عن هاي القائمة ملاحظة يا شباب بعيد عن موضوع الفيديو وعن القائمة الرسمية للمنتخب في كتير ناس عم تتواصل معنا على الخاص وعم تحكي إنه ما عم تجي إشعارات من القناة ولهيك ما عم بتتابع كل مرة الفيديوهات تبع القناة وبتعتبر إنه نحن ممكن حاضرينا أو عاملين بلوك للحسابات ولما بنطلب تصوير صورة الشاشة بنكتشف إنه الشخص ما عم تشترك حتى بالقناة فلذلك ما عم تجي الإشعارات أنا بطبيعتي ما بحكي إنه اشتركوا بالقناة لأنه اللي بيحب المحتوى بيشترك من دون ما بتخبروا أو بتذكروا واللي ما بيحب أكيد ما بيحب الاشتراك لكن في كتير ناس ما بتعرف إنه الاشتراك هي اللي بتجيب الإشعارات لهيك يا صديقي إذا أنت بتتابع الفيديو وما عم تجيك إشعارات فلأنك مانك مشترك بالقناة غير هيك نحن ما بنحضر أي شخص أو ما بنعمل بلوك لأي حساب بتمنى يعني إذا مانك مشترك اشترك لتجيك الإشعارات هاد أكتر شي فيني أعمل وأو فيني أحكي لك إياك وبس لهالمرة لأني بصراحة ما بحب أكرر نفس الكلام ونفس الحكي هذا كل شي حابب أحكي عن موضوع القائمة تبع المنتخب وعن هاي الملاحظة البسيطة بتمنى يعجبكم الفيديو كونوا بصحة وخير وسلامة